موسيقى البرلمان يتوجه لحل نفسه قبل يوم واحد من اجراء الانتخابات استفهامات عن اسباب ابقاء حصانة العضاء النيابية حتى الساعات الاخيرة الكتل النيابية سادتي تقرر حل البرلمان قبل ساعات من الانتخابات وهنا المخاوف تتصعد من محاولات استغلال السلطة النيابية للدعاية الانتخابية الموازنة تكتب فصلا جديدا من الخلاف حول حصة كردوسان الوبد الكردي يعود الى اربيل خالي لفاظ ودون عيدية نوروز قانون الموازنة تم ترحيل الى اسبوع جديد والحديث طبعا عن فشل التفاهمات السياسية وكذلك التفاهمات مبضرورة مالية قد تكون انتخابية وفق تفسيرات اولى وجبات لقاح مرفق كوفكاس تصل العراق غدا الصحة تعز اسباب التخيير الى سوء ادارة المجموعة العالمية ننتظر لقاحات هذه المجموعة غدا والعراق دافع فلوس 16 مليون جرعة وللان ما مستلم ولا جرعة لا من كوفكس ولا من السرزينكا ايضا اللي انطوه ووقفوه باوروبا نتيجة اثاره حسب التقارير والانباء الاخيرة عائلة الكابتن الراحل احمد راضي تعرض منزلها الوحيد في عمال البيع من اجل تزييد قرض للدولة والجهات المعنية تتنصل ودول خليجية تتدخل هذا الحال طبعا بمرارة والم حقيقة ان تصل عائلة هذه الاسطورة العراقية الكبيرة لكرة القدم بالعراق لهذا الحال نرفع صوتنا طبعا بتدخل الجهات المعنية للحفاظ على صورة الرياض العراقية على الاقل سادة الكرام اهلا بكم وحلقة جديدة من السامنة عن حل البرلمان وضروراته في المرحلة القادمة اشتركوا في القناة مرحبا بكم سادة الكرام اتشرف الحوار مع ضيوفي الكرام الوستاذ امير الدعمي الخبير القانوني هنا في الاستريو حياك الله سادة امير نورتنا وايضا مع الاستاذ محمد نوري العبد ربو الناب السابق هنا في الاستوريو حياك الله سادة محمد نورتنا وبانتظار وصول عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة ستة زارة البجاري من استوريوهاتنا ايضا هياكم الله نورتونا شرفتونا في هذا الحوار استاذ امير خلينا بلش معاك من الاسطورة العراقية الراحل الكابتن احمد راضي حضرتك طبعا قبل الدخول في الملف السياسي والقانوني في حل البرلمان شون هالمهزلة الواصلية احنا استاذ امير شون الموضوع يعني الجهات تتنصل عن هذا التاريخ الكبير اللي حقيقة نوفى للعراق لكن البلد ما افعلت تحييلك استاذ احمد وتحييلك استاذ ابو مصطفى وتحييلك مشاهدي قناة الرشيد يعني حقيقة هو واقع مؤلم ان اليوم ما نزل من بيان نزلتها بصفحتي على الفيسبوك وتناقلتها وسائل الاعلام والتواصل هذه الواقع الحال اليوم الكابتن احمد راضي يعني اذا يريدنا نحكي عن تاريخه فنحتاج إلى مجلدات لكن ساختصر الموضوع انه اليوم احمد راضي كان له قرض يعني للدولة والدولة اليوم طالب بهذا القرض وعلى علم هذا القرض كان لحساب الدولة تقريبا على انه مشروع استثماري هذا المشروع الاستثماري فيه اكاديمية مهمة اللي هي اكاديمية احمد راضي ومشروع استثماري اخر للدولة العراقية طيب للأسف اليوم الدولة العراقية تأبى ان تستجيب لطلب العائلة احمد راضي رغم انه عائلة احمد راضي عرضت عليها عروض خليجية واني كنت موجود بهذه العروض انه تتبنى وتتكفل عائلة احمد راضي لكقدر القرض استثماري 600 مليون دينار يعني دافعين نصة الجماعة العائلة الكابتن لا لا هو موفي بحياته كان يوفي القرض شهريا ينطي من القرض شهريا هذا القرض هو كان حتى بين الناس يقولون القرض اخذه وين ودى ما اخذه احمد راضي اخذ القرض زين واخذ قطعة قاع للدولة هي رسوم قطعة القاع زائدا تصاميم من ايطاليا للمشروع المشروع كان هو بناء اكاديمية زائدا بناء يعني منشآت رياضية وغير رياضية زين يعني الفلوس هذه كانت في مشروع الرسم خلي نقول رسم البناء المشروع كله لكن للأسف ما استطاع ان يكمل هذا المشروع الاعتبار وفاته كانت واليوم الدولة مطالبة واحمد راضي ما عنده غير بس راتب التقاعدي ما يملك الا راتب التقاعدي وبيته في عمان وبيته في عمان ايضا لهم تفاصيل اخرى بس ما اريد نقول هذا الموضوع نقول بتفاصيل اخرى واحمد راضي الان يعني عائلته اه مضطرة ان اه تبيع البيت لبنناسبة ايه هذا الموضوع خليكون على دقة هذا الموضوع كان مطروح من وفاة احمد راضي من وفاة تقريبا ورا شهر او شهرين عائلته رفضت ان تعلنها وتطرحها للاعلام اللي جبرنا ان نطرحها بالاعلام هو انه تسرب بعض الاقاويل وبعض الصفحات انه بيت احمد راضي للبيع فارتقيت انا والعائلة ان نوضح للناس شون السبب البيع لان صارت تساؤلات كثيرة العائلة توئلية بالتالي اليوم الدولة للأسف يعني انا اليوم في احد القروبات على الواتساب احد النواب قال اذا عجت الدولة فاحنا منعجز ان نجمع تواقع ان نضمنها بالموازنة وهذا مو فضل من احد ولا منه احمد راضي تاريخه كبير وتاريخه حافل بالانجازات باسم العراق مو باسمه بالتالي وفاء الى ما يمكن الدولة الخليجية اليوم تفرض نفسها او تحاول ان تسد عن عائلة احمد راضي وترفض عائلة احمد راضي ان تسد دول خليجية عنها اكو دول خليجية داخل تصدورها نعم الهبارات وقطر دخلت بالموضوع وامير قطر اتصل بعائلة الكابتين احمد راضي على موضوع انه يسد عن عائلةه يتكفل بعائلة احمد راضي لكن عائلة رفضت لان عدها عزت نفس وللأسف الحكومة العراقية بعيدة كل البعد الكروين بالمالية ولا بياه وزارة مجلس الوزراء رئيس الوزراء حصرا صلاحية الكاظمي حصرا صلاحية حصرا رئيس الوزراء بالمناسبة قبل ما ادخل هنا للستوديو اتصل بي عن طريق الكابتين عدنا درجال وزيرة الشباب والرياضة جيد وطلب مني ان نلتقي حتى نحاول ان نحل الموضوع بعد ما اعرف هل هو بتوجيه من السيد الكاظمي او غير ذلك نعم طيب انا جدا اشكرك استاذ امير شكرا استاذ محمد نورتنا وحياك الله وتحياتنا للسيدة النائبة زهرة البجاري النائبة عن الحكمة ويعني هي خرجت شباب غادرت يعني طيب شوفونا يا شباب الأخد زينب مسؤولة العلاقات يعني الستة زهرة غادرت البرنامج تقول عدي عملية بعيني في الستوديو الآخر وما اقدر اني اجلس امام انارة عالية جدا تحياتنا الى طبعا حتى لا يعتبر الموضوع مع ذو راسد زهرانطين الزميل المخرج مع ذو راسد زهرة البجاري المحترمة واحنا نعتذر حقيقة لكنه هذا المكان اللي به حقيقة انه استوديو كامل بشاشة بكاميرات بي انارة لكن ظرفك الصحي طبعا ان شاء الله ان حلقة معاك واحنا اعذرينه شكرا جزيلا سيزارة على مجيئك للقناة سادة محمد موضوع حل البرلمان بالاطار العام يبدو انهم اتفقوا سياسيا ولا اتفقوا انتخابيا حل البرلمان بساعات ماذا يعني فضل شكرا استاذ احمد اهلا استاذ ولمشاهدكم الكرام وللاخر العزيز استاذ ابو علي كل ما بني في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 هو جاء نتيجة التوافقات السياسية لم يحكمه دائما دستور ولم تحكمه دائما القوانين ولا الانظمة تحكمه التوافقات السياسية قبل كل شيء ولذلك عندما تشاهد قانون او تشريع قانون يتأخر او يحصل عليه اشكالات هذا لعدم توافق الكتل السياسية عليه وعندما يمضي بسرعة اعتبر انه الكتل السياسية متفق على هذا الشيء في تقديرات الشخصية المدة اللي انطوها في موضوع حل البرلمان باقى والقانون بوق بصراحة هو صح اكو فقرة تتحدث عن انتخابات او رئيس جمهورية يدعي الى حل البرلمان او تقديم الانتخابات خلال مدة ستين يوم ولذلك ذهبت بعض الكتل السياسية الى ستين يوم الى اقصى حد في الستين يوم يعني ما راحت الى قبل الانتخابات بشهرين اللي هي المدة القانونية ولا راحت قبل الانتخابات بشهر يعني هو حدد قبل الانتخابات بستين يوم يعني خلال مدة ستين يوم فالكتل السياسية اخذت مدة الستين يوم يقول لك هذه اذا مسموح لك ان تحل البرلمان من يوم واحد الى يوم ستين في اي يوم يجوز لك طبعا هذا خل حيلة حيلة شلون تفسير المحكمة مع جل الاحتراماتي حتى لا اوصف نفس الشيء شلون تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر نفس الشيء دخلنا في متاهة وفي دوامة يعني المعروف عالميا وفي الانظمة الدولية والدستورية انه الكتلة الاكبر مثلا في مفهوماتنا اللي درسناها من الناحية القانونية انه هي الكتلة اللي تتحصل على اكثر مقاعد في الانتخابات هذا المفهوم العالمي يعني عندما جدت المحكمة الاتحادية وفسرت الكتلة النيابية الاكبر قالت لك اللي بعد ان تردد القسم يلا يصير نائب طبعا اذا اريد ابحث في هذا الموضوع اقول انا من الصين الانتخابات نعم انا دعش عن الكتلة الاكبر بعدين حتى اجي اقول من الصين الانتخابات انا من رشحت رشحت لمجلس النواب لو لمجلس محافظة رشحت النواب اذا شك واحد يفوز في هذه الانتخابات هو برلماني ونائب اذا الكتلة الاكبر هي من النواب الفائزين من حصل على اكبر مقاعد من النواب الفائزين لكن في بعض الاحيان تدخل الكتلة السياسية على الخط وهذا ما حدث في تفسير الكتلة النيابية الأكبر اللي ذهبوا للتفسير إليها أنه من يكون داخل قبة البرلمان ويردد القسم طيب اللي أدى اليمين عفوا اللي صادقت عليه المحكمة الاتحادية هل هو برلماني أو مو برلماني نعم من ناحية القانية ولذلك أيضا ذهبت هذه الكتلة السياسية إلى موضوع الانتخابات والانتخابات المبكرة وحل البرلمان طيب خلوه يوم تسعة عشرة زيلا أنا عند انتخابات خاصة يوم ثمانية عشرة عند انتخابات عندما نقول انتخابات مبكرة يعني حل البرلمان تمام بالكام إذن ما يوقع برلماني طيب مضبوط نعم طيب أنا أجي صير انتخابات عندي يوم ثمانية خلك معاي شوي يوم ثمانية عشرة زيلا عند انتخابات طيب وأنا يوم ثمانية عشرة عندي برلمانيين موجدين بالبرلمان طبعا شنه المسوغ القانون اللي يخليني أنا كمواطن أنتخب برلماني بعد في قبة البرلمان زيلا وانا ذاهب الى انتخابات مبكرة خلي بالك يعني ما ذاهب الى انتخابات دستورية بعد 4 سنوات لانتخابات الدستورية بيها وقت انه قبل ان تنتهي الدورة فهنا اعتقد هناك اشكال قانوني سيحصل يعني انا الباحث حتى كتبت وحجيت في هذا الموضوع انه لا يجوز ان يتم اي يوم من الانتخابات وانت بعدك عضو برلمان طالما هناك انتخابات مبكرة يعني احنا ذاهبين الى حل البرلمان يحل البرلمان ثم تحصل الانتخابات زينا انا يوم ثمانية عندي انتخابات شنون الجماعة خايفين من الكاظمي لاحتمال يعني يلعب لعبته بخصوص بخصوص انفرادة بالحكم لا مو استاذ امير اكوهيتي مخاور اكوهيتي لا 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 الرجل يتم التجاوز علي علني يعني ما يقدر يصر يعني شفناه احنا اكثر من محفل واكثر من واقعة حدثت واكثر من تهديد علني يعني هو على شن هو روحب يعني هذا اللي ما يقدر عليها ما يقدر يدافع عنه يعني قد يكون هو ايضا رجل ما يريد يدخل فيه حالة الصدام لكن واقع الحال ما اكو احترام للحكومة فانت تقول للجماعة خايفين على شنو خايفين يعني شنو يضمنون المرحلة القادمة ما راح تكون الكاظمي مثلا خلوا الروح مو للكاظم جان يعرفون المن احد يعرف اصدرين يقول لك احنا ناخذه اذا اكو حيلة قانونية استاذ بهذه المطالب طبعا هي مطالب سياسية كثر ما هي قانونية طبعا اللي هي اهي تقصر ما الحل البرلمان قبل ساعات وغيرها شوف هو هو هذا اشترطوا عليه يعني هو هذا حقيقة مو صح انت يفترض انه طالما تتوفر حسن النية القانون لا يتعامل بالنواية ما الا علاقة بالنية بس خل نقول طالما انت ككتل سياسية تتعامل بحسن النواية وفعلا انت ذاهب الى انتخابات مبكرة الا اذا كانت عندك فكرة اخرى وهي عدم اجراء الانتخابات ممكن انه تذهب بهذا ممكن يعني مثلا يوم 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 امس ليش ما تم التصويت على هذا القانون طالما احنا متفقين ليش ما تم التصويت عليه ليش توجي للأسبوع القادم مع الموازنة اذا اكو اكو حي القانونية واكو اكو يعني مراوغات قانونية انا في تقديراتي يعني انا كنت اقول مصر الانتخابات ولازلت ولازلت عدرائي اقول مصر الانتخابات الى عام 22 اذهاب الى حل البرلمان نوعا ما قد يكون اكو اكو بصيص امل للانتخابات لكن انا ايضا انتظر يوم بثمانية او تسعة بالشهر قد تكون ما تكون هناك انتخابات يجوز قبلها تتغير مواقف كثيرة عجيب يعني ما نعرف طيب لان الفترة الباقية لا تنسى انت من شهر العاشر الى شهر الرابع هي ستة شهر على الانتخابات الدستورية يعني نقول مثلا نقول احنا على اساس انت تخرق الدستور هو الدستور بقارن لك انتخابات كل اربع سنوات ليش تخرق الدستور وتروح الى الانتخابات مبكرة مثلا نعم طيب استاذ امير البقاء على الحصارة النيابية حتى الساعات الاخيرة قبيلة الانتخابات تفسير يعني التفسير القانوني يعني اولا استاذ مصطفى اجاز فريق الاستشارة وان رئيس الوزراء ابو مصطفى طبعا تهمتهم وقيفة ليش تهم وليش يعني مبروك يعني الله يفهمنا حدك حتى يكون على الواسدك حتى يصبحنا واحد قريب هنا الله يتفنى الشرب عندنا تفضع لا يصدقون الناس ترى الصدق تفضل استاذ لا شوف استاذ احمد اولا استاذ ابو مصطفى اجاز بالموضوع كله اجاز نعم لكن الكتر السياسية انا استشفى اليوم من هذا انه اللي يخلو اليوم تسعة قبل ساعات من الانتخابات وانا قبل ما ندخل الستوديو كنا نحكي بالكواليس يعني موضوع هذا يعني اكو ريبة او اكو خوف انه ما تجد الانتخابات وبالتالي يفقد البرلمان مكانا او سلطة على الحكومة وتصبح الحكومة متنفذة تشريعيا وتنفيذيا على الاجواء السياسية بالعرق مزيل هاي الكتر السياسية متخوفة من عنده مه الريبة الموجودة انه من يضمن ان تجرى الانتخابات اذا ما اعلننا حل البرلمان خلال ستين يوم مه انت تسألني من ناحية القانونية لين دستورنا مبهم ودستورنا قابل للتأويل اللي يقول لك خلال ستين يوم تبدي من اول ساعات تنتهي بستين يوم فممكن البرلمان ان يذهب يقول لك ان انتخابات مبكرة مو انتخابات تشريعية اللي هي رسمية اللي هي بالتين وعشرين بالتالي انا احلق قبل ساعات حتى اضمن وجود الانتخابات اما من يضمن الانتخابات فهي الحكومة تضمن لازم الانتخابات لازم اكون حسن نواية بين الحكومة وبين البرلمان بالتالي من الناحية القانونية الدستورية اقول لك اليوم المادة القانونية يدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريق حل البرلمان من تاريق حلة يعني اليوم حل البرلمان النفس اليوم ينسي بيان إجراء الانتخابات حكومة جاهزة إجراء الانتخابات تجرى الانتخابات التخوف اللي حاصل من الكتل السياسية هو اللي يدفع إلى عدم إجراء الحل البرلمان في هذا الوقت عدم وجود الثقة بإجراء الانتخابات انها Mosa 1 من الناحية القانونية والدستورية أقول لك قابل إي وقابل لا لأن دستورك غامض دستورك قابل للتأويل مثل ما فسرنا مثل ما قال السادة بمصطفى فسرنا الكتة الأكبر اللي هي من المحكمة الاتحادية زاد أنت ما عندك اليوم محكمة الاتحادية أن تستفتي هل حل البرلامة بهذا التاريخ قبل الانتخابات صحية أو غير صحيح بالتالي أجر التصويت إلى الأسبوع القادم المؤشرات القانونية تقول أكو أجراء انتخابات من ناحية السياسية ضم صوت يوصوت أبو مصطفى ماكو انتخابات الجواء اليوم اللي بالعراق ليش ليش أستاذ أمير يقول لك احنا خلينا الموازن يعني عفوا نرتبنا الأمور المالية فيما يخص المفوضية رتبنا الأمور السياسية مع الجهات سياسية تضمن إجراء الانتخابات يبقى أنا أقول لك شنو باقي المؤشرات عدل مؤشر الأمن يستاذ أمير اللي أنت تقول أكو مخاوف بعدم إجراء وما راح مرح تجرى الانتخابات هذا اللي تقول الكتل السياسية شنو رهانك عليها أستاذ باقي آمير يعني أقول لك الميشوف من الغربال هو عمى اليوم الوضع بالعراق يسمح في إجراء الانتخابات في هذا الضرف بس شن ناحية الأمنية شن تستبعد الناحية الأمنية ناحية الأمنية أساسية اليوم تاليوم عندك سلاح منفلت diagnosis اليوم الوضع الأمني مربك الوضع الاقتصاديسيء الوضع الصحي أسوأ فإنت شن تضمن الانتخابات اليوم هذا الضرب كله تجري الانتخابات الانتخابات لازم تكون انتخابات شفافة نوعا ما ما اقول نزيهة ما كن انتخابات نزيهة مية بالمية بكل دول العالم امريكا مطعن بانتخاباته لكن اقول شفافة نوعا ما اليوم الانتخابات راح تجري راح تكون شفافة في هذا الوضع اللي موجود نازحين ما عندك ما رجعوا نازحين عندك وضع اقتصادي عندك وضع صحي عندك اليوم ارباف بالوضع الامني كله اليوم الوضع الأمني ممكن يجري انتخابات هسه ما حد لازم مسدس على الرأس وقلت عن انتخاب فلان لكن على أقل مثل ما صارت بالانتخابات القديمة من غرقه ونص بغريبه وقاله والناس ما طبت من ضربه وهاونات والناس ما طلعت صح له عني غلطان بالتالي ما ممكن يجري الانتخابات في هذا الضرب استاذ محمد هاي المشاهد رح نشوفها المشاهد الأمني حاضرة في المدن التي تم تحريرها من داعش في المدن السنية تحديدا في ديرتكم استاذ محمد في محافظة نينة يعني بعدكم متخوفين من من النفوذ السلاح الغير حكومي طبعا السلاح الميليشيات سلاح غير الميليشيات ولعدكم مؤشرات غير الملف الأمني غير هاي المخاوف استاذ محمد في ديرتكم لا احنا هسه متخوفين بدون انتخابات متخوفين بعدكم خالفين هسه متخوفين فلوصل الانتخابات الصور نتشجد رح نخاف بعد انت مزيد الملفات اللي عندنا حقيقة اكثر من ملف ملف امني مهم جدا وهو هذا السلاح المنفلت وعدنا مشكلة الملف الاقتصادي الاخر ايضا مشكلة كبيرة جدا الموصل يعني اريد اوصف لك ياها شون بالعرب عندنا يقولون سفنجة سفنجة ماكو تترسها ميت تعصرها ينزل المي مالها كلها تعوفها ترجع تنشف وتحط لها ميت الان اكو بصراحة خلي اللي يطلع يقول لي لا خلي يجيني فضل سرقات باتاوات بشكل غير طبيعي في لينو علني ازيد اكثر اكثر من قبل داعش انا انا داعشي لك وخلي اسمعوني المعنيين ابن ديرا اسمه انا خلي اسمعوني المعنيين الان انا عندي دولة تنطي شعير للفلاحين وطبعا بالمناسبة انا اخوانا واهلنا من الجنوب انا خابروني والتقيت بيهم وشفتهم الدولة تنطي شعير للمربين مالاقنام وكذا عندهم يعني وهذه معروفة حاليا ما تروح تحمل اذا ما تدفع عشر تالاف على كل طن او خمسة عشر الف او عشرين الف مزيح للجهات مسلحة معينة فلان جهة وفلان جهة هاي الجهة مسيطرة على هذا الموقع وفلان جهة مسيطرة على هذا الموقع واذا يقول لك لا خلي طلع واحد يقول لي لا هذا الكلام مو صحيح هذه حالة مزيح شك وعدنا شغل بالموصل الاقتصادي مسيطرة عليه من جهات عجبا هذي الجهات هي نفسها الرئيسية مسيطرة او مخلت لها اذرع او اكو ناس متبنية او هاي التفاصيل الاخرى لكن ما موجود عندنا بالموصل هو هذا واقع الحال ما تقدر انت تشتغل اي شغلة اقتصادية وتحداهم اللي يقول لك كل من يقول لك انا اذا اشتغل بحرية خلي يجيقوا عدق بالي لان يجون يسولفوننا ويحشوننا يجوز بالاعلام ما يقدر يحشي ينطون اتاوات سرقات بشكل مو طبيعي هذا طبعا كله يضاف الى السلاح المنفلت اللي موجود اللي رح يأثر على الانتخابات حسب المعلومات اللي عدنا ما متأكد من عدها هذا بس كلام انه هناك جهات مسلحة شيعية سنية بعد ما تأكدنا لكن جهات مسلحة تفتر عن ناس مرشحنا فلان انتخبتوه وفاز اهلا وسهلا ما انتخبتوه ترى بعد الانتخابات نعرف وش رح نسوي من هسه هذا الكلام هذا الكلام موجود في بعض المناطق ولا تقدر تشتغل ولا نقدر كل واحد يريد رشيح يعني اليوم انا شين امكانيتي يعني لا عندي سلاح ولا عندي ما لا اقدر انزل لكن رح ينزل وليفوز انا عرفه الحرام مع احتراماتي لكم ولمشاهدين والخارج عن القانون رح يفوز يعني شون تريد تبني لدولة انت بهذا العقلية وبهذا الطريقة ولذلك بصراحة ما موجود بالموصل مخيف هس المواطني يقول لك ليش سقطت الموصل عمي هاي التصرفات هالسد تصير بالموصل ازيد من قبل ازيد من قبل قبل كانت القاعدة اليوم اكو جهات مثل القاعدة اليوم اكو جهات مثل القاعدة ايضا تبتزل ناس وتاخذ من عدهم يخافرونهم بالتليفونات وجيب هل قد عليك وهل قد عليك بهوية السلاح بهوية السلاح وهوية الجهات وهوية القوة وهوية مواطن اللي ما يقدر يطلع على الاعلام ويحكي يغطي وجهه ما يقدر ما يقدر يطلع وجهه شنو السبب مالتي غير يخاف لا ينقتل أو ينخطف انت منواصل لهيش مرحلة بعد شنوش احنا صح نتحدث بنوع من في بعض الاحيان بنوع من الحرية لكن ما يدور في مناطقنا هذا اللي يدور اليوم ما موجود صحة سيطلع لك واحد يقول لك اش دعوة انت مسويهش لا ياخي موش دعوة انا ابن ديره وانا اعرفه على ايدي كلها على ايدي اللي يقول لك لا كلها على ايدي تحد هذا يقول لك لا ما اكو شغلة بالموصل اذا ما ما ادخلين بيها وياخذون بيها فلوس ما اكو شغلة شغلة حتى تقصد لك بيها اللي بيها نتائج مو كل شغلة شغلة يعني اجراء الانتخابات في الموصل هي فاشلة من الان لا انا ما اقول لك فاشلة بس اقول لك اكو مناطق هاي رح يصير بيها اكو مناطق رح يصير بيها هذا الشغل انا ما اريد احكم عليها الفشل كامل بس اكو مناطق رح يصير بيها هذا الشغل اكو مناطق دع اقول لك اكو مال سياسي ما الاقتصادي في الموصل يأخذ الآل ليش يأخذ؟ يأخذ حتى في الانتخابات القادمة قسم منه لا قد يسفر خارج العراق هذه الأموال وقسم منها قد تصرف على الانتخابات المستقبلية في الموصل وفي غير محافظات وبهذا الانتخابات غير نزيهة منها استعنا أقول لك مو مئة بالمئة غير نزيهة لأنه أنا على أساس أنا مواطن شنو علاقتي باستاذ أحمد حتى انتخبه إذا أكو استاذ أمير سلاح باستاذ أمير أنا مواطن أبحث عن مصلحتي أبحث عن الأمان اليوم المواطني أبحث عن الأمان أينما يتوفر الأمان يذهب أنا ليش أروح أخير لي واحد يجي يذبحني وهددني ويشيلني باتر من منطقتي أو يجفتني على أربع إرهاب لأن تدري إحنا جاهز الأربع إرهاب أي شغلة سوية أنت أربع إرهاب هذا يعني عيد هذا الكلام تقريبا جملة وتفصيلا وعلى ما الأربع إرهاب راجعني أحد القضاء نعم استقال لأن صار ضغوطات عالية لأنه جاء أي تسأس دعني أكونوا واقعيين أنا أبن نينوة ومن العراق بالدرجة الأساس والموصل قل لي أنا أقدر أطلع تظاهر أطلع مجتمعي تظاهر على موقف معين أقول لك لا ليش يأخذوا الرئيسي يفوتون أربع إرهاب رئيسي يقول لك أنت بذل الدولة تطلع علينا الجيش يطلعون علينا الشرطة الحشد يطوقونها قبل 14 لا 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 أكثر لا بالمناسبة أكثر بأمانة الواقع اللي موجود أكثر الناس يجوز ما تحكي تحكي في المجالس الخاصة مثل ما كانت القاعدة موجودة أيضا تحكي في الجلسات الخاصة إحنا نقول هذه مو إدارة دولة أنا ما عندي مشكلة اليوم أنا عندي بالأجهزة الأمنية في الموصل بصراحة الموصل قولي بيها ضباط لو ما بيها ضباط شو تعرفون عن الموصل قادة لو مو قادة الضباط موجود صحيح روح طلع لي لواء ركن بالموصل هسه موجود واحد اللي دم عندك فقط ما أريد أكثر طلع لي لواء ركن واحد فقط بالموصل بالجيش هسه معقول الموصل أمو الضباط أم القادة صح طبعا موجود روح طلع لي لواء ركن واحد يطلع يقول لك آلي لواء ركن فلان ابن فلان من الموصل واحد يداوم بالجيش أستاذ محمد أنا دحجيلة هذا الموضوع أستاذ محمد لدينا ستة جزيرة سريع واتحاذية مكافحة إرهاب وشرطة ودف أعرض لواء ماكو هسه دا أقول لك خليطلع لواء ركن فلان ابن فلان أنا بالموصل يعني كمدني مستقي أو متقاعد لا 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 هم كلهم حالوهم على التقاعد يعني بالخدمة الآن مشاركة في العمل ماكو بالداخلية ما عندي هل من المنطق أنه ما عندي ضباط أكفاء بالداخلية بالاستخبارات هل معقول ما عندي بالكذا ما عندي بالكذا بالما عندي مو منطق مو منطق يعني أنت كل شيء كل شيء أنت مع جل احتراماتي دا تريد تبني لي دولة شيعية مو صحيح هذا مو صح أخي نقول لي شركاء م为什么 شركة في الشركة الشركة أنه بس اسمكم وجود زعيمكم مشارك زعيم السنة مشارك في العملية السياسية في البا transitions ما عدنا زعيم إحنا زعيم في السلطة لا 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 تقول لي ما عدنا زعيم إحنا بالسنة ما Bangz عدكم زعيمة عمي ما عدنا زعيم احنا زعامتنا السلطة زعامتنا الدولة أنطيق حتى اختصلاك اهل الأخير محمود الدكتور محمود المشهداني كن رئيس بيرโرمان صارت العالم عليه bicycles وسامن جيفي مع حفظ الالقام وسامن جيفي صارت رئيس برلمان صارت العالم عليه سليم الجيبوري صار رئيس برلمانasc محمد الحلبوسية سارت العالم عليه بس لي ظهر من السلطة ليست لدي العالم gelecek احنا مرجعيتنا وأداة هي السلطة والدولة ما عدنا مرجعية احنا احنا مرجعية مؤقتة يقول احنا الان الناس تأ strass صح صح مضبور عندكر في قرية برلمان السلطة بس هذه هي قرية برلمان السلطة سلطة دولة أنا اليوم عندنا المحافظ روح على أي وزير روح على أي محافظ تلقي العالم يم ما قالك ما حط رجل أسراد ما تقدر تقعد ليش لأن بيده سلطة بيده دولة خلي يطلع ما أحد يقول له مرحبا هذا وقع فمرجعيتنا إحنا مرجعيتنا السلطة بيد من تكون بيد أي أي شخص إحنا ما معنين بي مرجعيتنا هذه مؤقتة يعني ضمن أربع سنوات من يطلع السيد الحلبوسي بأشر ما راح تكون عنده مرجعية شوف منه راح تصير رئيس البرلمان راح تكون إلى مرجعية ولذلك أقول لك هذا واقعنا يعني هذا الواقع اللي إحنا عايشين به في محافظتنا صح جوز ناس ما تحتي صح جوز ناس والله العظيم كل الكلام اللي دنحتي إحنا صحيح وكل السكوت لسبب واحد إحنا بسبب الوطنية رد نبقى محافظين على اللحمة العراقية لكن الطرف الآخر مدى يعي هذا الموضوع أبد نهائي أنا شوف أنا ألفين وأربعة عشر أكثر و13 أكثر واحد ضد الأقاليم أحتي لك إياها بكل أمانة أبدا كنت أقاتل الآن الآن أنا أحد الأشخاص المؤيدين للأقاليم الإدارية أحتي لك إياها بصراحة أنا أحتي لك إياها أنت جاي تحكمني عمي أنا عندي مدير دائرة في الموصل حرامي أعرف هذا فلان حرام خابرت علي أحد الأشخاص المسؤولين عليه قلت له فلان حرامي عنده قال أدري قلت ليش ما تطلعه قال لي وله طلعته وخابرتني عليه الجهة الفلانية هذا بحسوب حاليا طيب أنا أظل بالله عليك متخراسي والتكفرية الحرامية أنت ساندهم البواقيين ساندهم الطائفيين ساندهم وتريد تبني لبلد ما أقدر أبني بلد بهاي الطريقة أنطيني حرية بالعمل وحاسبني إذا أخطأت أنا أقبل أنت جهة سلطة عليا حاسبني بس ما تروح تجيبني الحرامي وتريدني أسكت عليه ما تروح تجيبني اللي يعلم الناس على البوق وتريدني أسكت عليه ما تريد فاللي موجود بصراحة أكو ضغط على محافظاتنا أرجع لك أستاذ محمد بالمحاور الخطيرة جدا واللي يعني نسمحها منك بعد ما أسمع للأستاذ أمير أستاذ أمير خلنحش بالإدعاء العام دور الإدعاء العام في تحريك هاي الملفات في تقديم التحذيرات والمحذورات قبيل إجراء الانتخابات وين دور الإدعاء العام من الناحية القانونية ومن ناحية الميدانية يعني الآن دور الإدعاء العام معروف أنه هو تحريك الشكاوي إذا ما وجد يعني شيء يدعو إلى تحريك الشكوى لكن على شون يحرك الشكوى مثل الإدعاء العام هاي سب هذه المواضيع على شون يحرك الشكوى شوفوا أنا قبل فترة اكتبت في الموضوع أجواني من الموصل في الموضوع انتار مثل يعني مثل هذا الكلام اللي قال أستاذب مصطفى وأكثر شوي بعض نعم فاكتبته فدخل محافظة الموصل بالموضوع بقروب الواتساب يعني الحالة يرثى لها في الموصل حقيقة يعني شريط قبل ما قبل 2014 دين عاد الآن والناس ناقموا أنا حقيقة يعني اليوم يجب أن تقف الحكومة على هذا الموضوع أنا بس العفو أستاذ أبو علي قابعك نجم خطية مقلوب على أمره صراح لا لا مقلوب على أمر خلفوا الناس دروح عبدالغني اللي أستاذ التقتويا قبل أيام راح أغلب الناس عمي عبدالغني عنده صلاحية نجم ما عنده كل صلاحية عمي محافظ ما عنده صلاحية وداعتك أخذ من عندي الكسر قائد قائد شون عمي قائد قائد ومحافظ ما عنده صلاحية أحنا نعرف الضغوط اللي علي شنه هي أصلا نجم مقلبين أو يثنون به قلبون وثنون به طيب والحد ما مخلينا يشتغل أبت والحد خانقي خابرة إذا ما قال لك ريد أستقيل آني تعال عاتب خليك أديم رئيس وزراء يقول له هذا أخذ هذا أخذ أخذ والله أخذ 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 رئيس وزراء ممكن لماذا يروح رئيس وزراء يقول له أنا خاطعتك حتى تكمل فالموضوع هذا أنه أكون أكون نقمة من الناس فعلا أكون نقمة وأنا أحذر الحكومة أن تبقى بهذا الصمت من ما تتدخل بهذا الموضوع حتى لا يكرر شريط بعد 2014 هذا واحد اثنين سؤالك للدعاء العام أستاذ محمد قضية الفساد قضية تصليط بعض الجهات ما أكو لجاني هناك وأكو هيئات نزاهة وأكو دولة هي تحيل القضاء للدعاء العام شو نتحرك ما العلاقة للدعاء العام بهذا الموضوع مو شغلت أكو دولة أكو رئيس دولة مو شغلت لكن المشكلة اليوم هناك في الموصل أو حتى في أغلب العراق أنه اليوم المركزية ماكو عدم وجود مركزية وهذا اللي يضع اليوم الموصل أو يضيع باقي المحافظة حل البرلمان نرجع على المحور القانون أستاذ أمير ويحضرتك حل البرلمان بعض أو أغالبية الأحزاب المنضوية في البرلمان يقولك رح ندخل في فراغ دستوري الحكومة رح تبقى وحدها إذا ما رح تصير انتخابات وما رح أحد يراغب وما رح أحد يشرع وما حد يعني الحكومة رح تعمل لوحدها أستاذ أمير تتفق في هذا السيق يعني غياب الثقة موجود غياب الثقة البرلمانية والرقابية مع الحكومة فراغ دستوري ما عدنا شيء اسمه فراغ دستوري المحكمة الاتحادية اللي هي رأس الهرم يعني فقدت فترة ما صار عندنا فراغ دستوري لأنه أكو شيء مكمل لشيء هذا واحد اثنيا اليوم قلت لك أنا بينت لك بداية الحلقة أنه الكتل السياسية تتخوف الموضوع الانفراد في السلطة ولذلك جعلت أن يوم حل البرلمان هو يوم تسعى هل هذا الشيء صح غلط أقول لك هو هنا أزمتنا أزمة ثقة اليوم الشعب عنده عدم ثقة بالحكومة هو أزمة ثقة والكتل السياسية عندها أزمة ثقة مع الحكومة والحكومة عندها أزمة ثقة احتمال مع البرلمان بالتالي هذه أزمة الثقة هي موجودة ولذلك أنا أعتقد اليوم الكتل السياسية تخشى أن لا تجرى الانتخابات طيب من الناحية الدستورية والقانونية الحكومة بيّنت إجراء الانتخابات في موعد محدد موها شكرا أبو مصطفى شنو دور البرلمان الآن في هذه الأيام شوكت المفروض وفق السياق الدستوري والقانوني على المادة 64 ولا غير مادة أستاذ أمير لا هي المادة 64 مادة 64 أولا وثانيا البارحة حيث أن هناك اشتراطات نحن نطالب ونحن كذا ونحن لازم قبل ما كويش بساعة ما بيها اشتراطات بالدستور زين البرلمان ذا يحل نفسه يحل نفسه بالأغلبية المطلقة بطلب شوكت شوكت المفروض يحل نفسه ما بيها ما بيها ما بيها يعني أكف وصحة ما بيها جيد ممتاز حفوظا حتى بس أنا كتبتها لي أنه جوز مدد جنابك لا عنده حفظ هاني ممتاز يدعو رئيس الجمهوري بيها إيه إلى إجراء الانتخابات خلال هو هذا عند حل المجلس إيه يدعو رئيس الجمهوري هو طبعا تدري أنت جناب القانوني اي طبعا كلمة حر اتغير اي طبعا يدعو رئيس الجمهوري شوكت يدعو عند حل المجلس عند حل مجلس النواب إلى انتخابات مبكرة عامة إلى انتخابات عفوا عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل من تاريخ الحل طيب يفترض يفترض من الناحية القانونية أن يحل برلمان نفسه صح يحل ويدعو رئيس الجمهوري وبعدين يدعو رئيس الجمهوري إلى انتخابات عامة من التفسير القانوني تريدني أشيطني الموضوع شوي أشيطني أشيطني هسي أشيطني هسي فأنا أسمنا شيطني من ناحية القانونية أقول لك من تاريخ الحل تاريخ الحل قبل ساعات ويرجع الرئيس الجمهوري يدعو إلى إجراء الانتخابات هاي من ناحية الشيطنة شوكت بس بهالحالة الرئيس الجمهوري رح يدعو يوم تسعة بالشهر إلى انتخابات يوم تسعة يوم تسعة ويقول باشر انتخابات لا يدعو إجراء الانتخابات الحكومة تصدر بيان تقول إحنا جاهزين إجراء الانتخابات باشر الساعة كذا الانتخابات شو هو هذا الشغل هذا المعدل إذا هي جي صارك ماذا أقول لك أنا مدقت لك شيطن الموضوع أنا شيطن اي اي صح بس مصر الانتخابات أنا أقول لك مصر الانتخابات ولذلك الكتل السياسي قاري الموضوع انتخابات ماكو وحتى لا ينفرد الحكومة تنفرد بالسلطة يقول لك أنا ما أجريها إلا قبل يوم غياب ثقة أستاذ محمد شو نقدر نعالجه في ظل وجود عدم رضا كردي على الفوعل السياسي الشيعي في ظل وجود أكو غضب سني أيضا أكو المزاج السني سيء جدا في التعامل مع الفوعل السياسي الشيعي قولك ده يظلمنا إلى الآن هاي نظرة التهميش والمظلومية سمعناها قبل داعش وسمعناها تضاعفت ما بعد داعش ما أعرف شو تتغادرون هذا الموضوع أستاذ لدينا وقت طويل أنا أريد التعامل بواقعية أنا ما أريد التهم كم جهاز أمني عندك بالعراق 14 جهاز أو أكثر نعم من جهاز مكافحة الإرهاب إلى الاستخبارات العسكرية إلى العالم الوطنية إلى المستشاري إلى العالم الوطنية إلى العالم الوطنية أحسبهني يمكن ما أحد سني بي كمدير واحد نطيل تقول لي فلان هذا مدير عام لا لا مدير رئيس جهاز رئيس هذا الجهاز طيل يقول لي واحد حتى أجمعك أنا أقول لك صح نحن نحتي وإحنا غلطانين وإحنا مو صحيح وجماعة زينين أنا أقول لك شراكة اسم حيل زينين حتى أقول طيل في محافظاتنا زين هل من الساعة أنا أروح خلا أروح للنجف أنا أروح للنجف يودوني ضابط جهاز أمني بالنجف يقبل محافظة النجف أنا أبن الموصل يقبل تقبل حكومة النجف أنا مجتمع ما أحكي يعني أنه مجتمع يجوز يتقبلني بس نحكي من ناحية سياسية هل الأحزاب السياسية اللي موجودة في النجف تقبل بي أروحاني وأستلم جهاز أمني المتقدم في المحافظة أنا أقول لك لا طيب ليش أنت جاي باللعداني جاي تطبقها علي أنا موض يعني حتى حتى رسالتي تكون واضحة نعم موض ضد أن يجيني ابن النجف لكن لكن أنا بالمقابل بالضبط أبو صلاح الدين يريد أن يروح للعمارة أبو العمارة يجي بالأنبار أبو الأنبار يروح بالبصرة هذا اللي أريده أما أنت فقط جاي مش تغل علي يا آري جايب لك من عندي اللي أريده وجودكم في الحكومة العابة فقط فقط ولا ما رده وصفة العابة تكملة عدد تكملة بالضبط ليش قادم؟ شوف إدارة الدولة شوف إدارة بس خلأ أقول لك على الشغلة وعتذر يعني فلذي يوم أروح تجاوز الإدارة مرجلة إدارة الدولة مرجلة وقرارات إذا ما تكون رجل صاحب قرارة أنت ما تقدر تدير الدولة إحنا للأسف ربو عنا يعني ما رده أقول لك بس غير قادرين على أن يقفون يقول لك أنا قال لهم أكتر مرة قلهم أنا منس يحبن العملية السياسية وروح مبارك عليكم العراق وروح مبارك الخوف وين وين الخوف من أن يجيبون أشخاص موالين مئة بالمئة ويجوز أنت إذا عندك صوت تحتي يجوز هذا ليجي بيحتي النهاي هو هذا الخوف إحنا دنعالج وأستاذ عزة عزة الشابندر حتشة حتشة كلام قال ما يقبلون واحد يقولهم لا ما يقولهم خطأ إحنا دنشخص الخطأ مو صالحنا يصالح البلد إحنا نتألم من نشوف خطأ وإحنا رجال دولة ردمني دولة دولة مؤسسات أنا ما عندي مشكلة أنه يجيني فلان أو فلان من فلان محافظة وفلان يصير أبد ما عملنا إحنا قبل اليوم عملنا مع الضباط إخواننا وأصدقائنا كانوا آمرين علينا وتقبلناها بكل رحابة صدر لأنه كان الدولة أكو بلد ردمني بلد إحنا ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع لكن أنا من أشوفك زينا رح أطيك مثلا آخر ولو كثرناها وجزء الحجد العشائري سني لو شيعي سني المفروض ده يا عبد يبدو شيعي الحجد العشائري سني لو شيعي أسألك أنت جاوبني سني طبعا بالحجد العشائري ما لمدنكم ما لمدننا سني لو شيعي سني طبعا زينا القادة اللي سنون عليه يفترض سني لو شيعي مفروض دليم وجبور رو حشوف القادة اللي مسؤولين علي طلع لي واحد بهم سني عمي ما تد والله أحكي لك حجي ترى يرجع للقلب خليلي ساكت ما أريد يطلع هواي حاتش عندنا رجعت الصحوات بعد خلاص رح ترجع بالأنبار أنا ما أريد صحوات والقادة والغلب القادة عيني أستاذ أحمد أنا ما أريد نموذج أنا أريد نموذج بناء دولة ابنيلي دولة ابنيلي قانون خليني أطبق القانون أطبق القانون عفوا بهذا التعبير تهددني بالإقليم أروح أسوي لك ماذا تيجي معايا دانتيك أقول لك أخي هذا خطأ هذا خطأ يابا أقسم لك بالله أنا مقدم على شخص أعرف آني أعرف آني مقدم عليه ملفات فساد الهيئة الحشد وما تخذو بي أي إجراء آني مؤحد آني نقدمها الأوراق يابا هذا أخذ من الفلانيين سول من الفلانيين باقي من الفلانيين عمل من الفلانيين ما تخذو علي أي إجراء واحد بالحشد يداوم وخلي يسمعوني العراقيين وأهل الموصل مع جل احتراماتي يمكن جوز ما كان عنده العال يلبسه زيان بيت اشتراه بثمانين دفتر آني عضو برلمان أربع سنين الحمد لله ما بقيت بس حتى لو بايق ما اشتري بيت بثمانين دفتر مزرعة بستين سبعين دفتر يا أخو والله خلونا ساكتين ترى أكو أمور والله ما رد نحكيها لأنه باتر هم دعاوي علينا وروح راجع المحاكم وقامي شهر وقام مدري ايش بزعنا من هالأمور أخي ماكو رجال دولة مختصر مفيد ماكو رجال دولة رح تصير انتخابات او صارت رح تشتركون نفس الوضعية وصرعتكم تمثي النيابة سنيني نفس الشي أبد ما يتغير كل شي صدق لي لو أصير لو تصير عندي عشر وزارات أنا كل شي ما قد أسوه عم تقدم فات بيها بعد خلاص وشن الفائدة وشن الفائدة تقدم دخلي رح يطلع لي واحد من المختطفين تقدم وغير تقدم خلي أتحدى أتحدى واحد من عدد يروح يطلع لي مو عدنا بالآلاف معتقالين اللي راح هو المختطفين ومن ضمنهم ناس من أقارب يعني راحوا ما قدرنا نطلع واحد احنا كنا واحد ما قدرنا نطلع ولا نعرفهم مهم ولا نندل منهم اللي يخطفهم شوال الإشكالية أستاذ أمير إذا صارت الانتخابات وعند البرلمان محل نفسه حال حال أي انتخابات ماكو أي حل للبرلمان وتجري الانتخابات بوجود هذا البرلمان بعد النتائج كل من يروح له له لا ميجوز ميجوز على أساس أنه لا يوجد برلمان مو على أساس أن يوجد برلمان في التالي اليوم شون يصبح البرلمان موجود وتجري الانتخابات ما ممكن ما ممكن انتأيت في قضية الأقاليم طبعا هل ثقافة أو المزاج الإقليم والحديث عن الإقليم زاد في الآون الأخير أستاذ أمير أنا ضد فكرة الأقاليم لكن أنا من وصلت أشوف هذا الحال اللي وصل به العراق أو العراقيين في هاي المناطق حقيقة أنا مع فكرة الأقليم ناسر يتحافظ قل لك على نفسها على كرامتها على يعني عزتها بالتالي خل روح الأقليم معلم هو الأقليم إضعاف الدولة وإضعاف العراق وجعل لقم سائغ تركيا وإيران ودول الخليج وغيرها بس أنا أقول لك مشروع الأقاليم جاي حي على الصلاة دون كافلام الأقاليم جاي شيء تأم أبيت جاي دعم داخلي دعم خارج جاي لا لا جل تتولد قناعات لعند الناس بصراحة لتتولد أكثر ضد فكرة يعني أنا اللي قل لي أقليم نفسي ما قعدوا يا ما صرفوا يا لأن ما أحب العراق يتمزق بس للأسف واقع حال طيب لأصل الموضوع أستاذ أمير مفاوضية الانتخابات والإجراءات يعني إلى الآن المعلومات اللي عندنا أكو حرج لدى المفاوضية على مستوى الخبرة على مستوى المشورة على مستوى الإجراء الانتخابات رح نوقع بحرج في إجراء الانتخابات ولا شون نشوف هذا القيم يعني بالنسبة لي عندي ألف علامة استفهام وتعجب على مفاوضية الانتخابات أبرزها يعني اللي صار بكركوك يعني ديش الفترة اللي صار بكركوك هذا واحد من الأسباب ثانيا أيضا ادخلت بها الأحزاب يعني المفاوض مفاوضية الانتخابات تكون مستقلة قلبا وقالبا لكن للأسف أيضا إذا كان العناوين موجودة هي قضاة وغير متدخل بها الأحزاب لكن الأساس أو المضمون موظفين وغير موظفين من الأحزاب بالتالي مفاوضية الانتخابات عليها كتر على الاستفهم مو بس أنا كل إهراقين لكن أنا كقانوني أنا ما أتق كامل أتق مفاوضية الانتخابات الاختبار رح يكون إيجابي ولا سلبي اختبار حل البرلمان ولا اختبار يجرى الانتخابات من قبل المفوضية ولا الاختبار الحقيقي للكاظمي وين تشوف الجدية وين تشوف يعني الأكثر تعامل في ملف الانتخابات عند هذا الجانب أو لهذا بمعنى ما افتهمت يعني قبل الانتخابات وين الكرة وين رح تصير عد المفوضية عد رئيس الوزراء في حل البرلمان يعني لا لا حل البرلمان وحل البرلمان الحكومة تجري انتخابات وتهيئ للانتخابات بشفافية أداة المفوضية تكون أداة هي تشرب على الانتخابات الحكومة لا الهيد بالموضوع لكن هل ستستطيع الحكومة أن تجري الانتخابات هي قادرة على جرال الانتخابات زين التخصيص المالي اللي يردون للانتخابات مبالغ خيالية اليوم الحكومة قادرة على أن توفره بهذا الأجل الاقتصادي الموجود اليوم مهو يا أما الدولة عدها فلوس وتقول ما عندي ويا أما ما عدها شو رح تجري الانتخابات هسه ما افتهمنا صدقه من التشذب وين طيب متاسس أستاذ محمد بالدقائق الأخيرة يعني تعتقد اليوم الأمريكان جادين في دعم العملية السياسية القادمة على ضوء المطالب اللي صارت من قبل التظاهرات والشباب تشرين ولا الأمريكان خلاص خلوا الكرة أيضا في ملعب الكاظب ونحير بنفسك على ضوء الإدارة الجديدة لبايدن أنا أعتقد أنه الأمريكان إذا نظرنا إلى الملفات المهمة عدهم يمكن لقى العراق بالملف التسلس العشرين أو ثمنتعش يعني لاحل نحن نعول عليهم قد حتى ذاكوا بالإعلام من يروج لهذا الموضوع مو به المستوى هذا الأمريكان خلاص يريدون يحافظون على العملية السياسية بواقعها الحالي أكثر من هذا ما لهم علاقة تغلغوا الإيراني يقول لك يجيهم احنا نقطع هذا التغلغ مثلا تغلغوا التركي يجيهم الأمريكان سياستهم بعيدة مو سياسة يعني مصالحهم محفوظة مصالحهم شغلاتهم كذا بالإقليم هسا بانين قنصلية أكبر قنصلية بالشرق الأوسط تعاملهم الدولي موجود علاقاتهم موجودة ولذلك ما لهم تأثير سواء حصلت الانتخابات أو ما حصلت لكن في كل أحوال يريدون نحافظون عن نظام السياسي بالعراق في كل أحوال يعني ما يريدون أكو يصير تدخل خارجي لتغيير النظام السياسي ترتيب وضعكم السن أستاذ محمد شو لا انتخابات اقتنعتوا بيها ولا تغيير رئاسة وزراء ولا تظاهرات اقتنعتوا بيها مقتنعين فقط حاليا على الأقليم ومن رح يطيكم الأقليم حق الأقليم أستاذ محمد شو يسؤل في النبي هذا اعتبرنا اتهام كالسونا التاجيكي ليش ما مقتنعين نحن بالتظاهرات يا تظاهرات اللي مقتنعنا تظاهرات اللي صارت يعني ما غيرت ما تردو تظاهرات القديمة القديمة غلتها وكانت هاي النتائج بيها المظاهرات الجديدة ترى طيف من السني كثير مشارك بالمظاهرات بس ميريدي يطلع يقول لك عني سني خل الغطاء شيعي لأنه إذا عرفه وسني هذا يجيزين قتل مثلا ولذلك شوف محنا ما نرجع نقول اليوم التظاهرات اللي موجودة بالناصر يوم بالنجف وبكربلة أنا ما أشجع هذا الموضوع لكن عندما تحرق دوائر دولة أحد يقدر يحاسبها ما قدروا يحاسبوها مثلا أنا ما أقدر أقطع لشالة أستاذ أحمد فلا تقارن هذه بهذه أنا يعني مصاحب سلطة مثل ما جناب بالعكس أنا مؤمن بالتظاهرات المطالبة بالحقوق الحقيقية ومؤمن بالدولة ومؤمن بما تبنيه الدولة على أساس صحيح بس ما أريد أؤمن بدولة ما تبنيه على أساس يعني تبنيه على أساس طائفي ما أؤمن بهذا ما قدمت لكم الدولة أبدا لا مما قدمت لا بل عكس لا ليش ما قدمت الدولة بس بالمقابل قوليش قد تستحقون أنتو لا تقول ليش قد قدمت الدولة قوليش قد تستحقون هل قدمت الدولة بما نستحق نحن يعني من نتكلم إحنا عراقيين وما ترى من بدل العراق هذا بكل الدول لا سعودية آري بالنسبة لي والله ما أشتريها فلسيا لا سعودية ولا إيران ولا تركيا ولا أمريكيا ولا أشتري أي دولة مجاورة للعراق من جيجارة مقابل للعراق لكن يا أخي ماذا يعني حتى الوطنية اللي يقتلونها عندك حتى الوطنية اللي يقتلونها عندك يعني أنا يعني ليش أدافع عن تركيا وليش أدافع عن إيران أخي دول هاي لها مصالحها السعودية ما بيها شيعة إيران ما بيها سنة أشو عايشين ومعايشين المجتمعهم انت شكوا هيا مكاوني عن إيران ومكاوني عن ولذلك احنا نؤمن بشي اسم الدولة أستاذ أنا قتلك مرجعيتنا إحنا السلطة مرجعيتنا الدولة أنت لا توديني إلى جهات أخرى لا توازيني أروح إلى خطوط أخرى يعني أستاذ أمير قال لك وأنا قتلك وأقوله وأعيدها نحن أكثر الناس اللي وقفنا ضد الأقاليم ولا نقبل بيها لكن أنا من ذا أشوفك أنت تريد تقتزلني تريد عذرا للتعبير تريد تشيعني قوم روى يشي تريد بالعندي يعني يصير مودة ولا هاي شكرا جزي لأستاذ محمد لقاءات إن شاء الله أخرى بأقل من دقيقة أستاذ أمير إلى مكتب رئيس الوزراء في قضية الكابتن الراحل أحمد راضي تحب تضيف شيء؟ لا لا أنا ما أضيف شيء سيد رئيس الوزراء يألم بالموضوع كله بتفاصيله لكن أتمنى الجدية وأتمنى أن ينظر لتاريخ أحمد راضي وأتمنى أن ما تدخل دول زايد على تاريخ أحمد راضي والحكومة العراقية موجودة شكرا جزينا أستاذ أمير الدعم نورتنا في هذا الحوار إلى اللقاء شكرا جزينا